اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على البعد الاستراتيجي للعلاقات التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتي تستند إلى أسس راسخة وتاريخ ممتد عزز من التعاون الثنائي بين البلدين وانتقل به إلى أفاق أشمل لافت سموه إلى أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى حريصة على تعزيز الشراكة بين البلدين بما يدعم الجهود الثنائية نحو خلق فرص نوعية لتنمية العلاقات الوطيدة على كافة الأصعدة بما يعكس تطلعات البلدين وشعبهم الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم سعادة السيد جيمس كليفرلي وزير الخارجية والكومنويلث والتنمية بالمملكة المتحدة في إطار زيارة سموه للمملكة المتحدة للمشاركة بمعية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في حفل مراسم تتويج صاحب الجلالة الملك شارز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية رئيس الكومنويلث حيث أعرب سموه عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال حفل الاستقبال ومراسم التنصيب وخلال اللقاء تم استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية من جانبه أعرب سعادة سيد جيمس كليفرلي عن شكره وتقديره لمشاركة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في حفل الاستقبال ومراسم تتويج صاحب الجلالة الملك شارز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية رئيس الكومنويلث منوها بما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة من علاقات تاريخية متينة متميزة ممتدة لأكثر من مئتي عام مؤكدا الحرص المشترك على مواصلة تعزيز مساراتها على مختلف الأصعد بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين